طيب دكتور نلاحظ أن الغرب كان مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالكنيسة يأخذ منه كل تعاليمة يكاد ولكن بعدما لاحظ مثلاً يوجود تناقض بين القوانين الكونية وبين ما تدعيه الكنيسة بدأ يفك هذا الارتباط فبدأ الارتباط يضعف بين الغرب وبين الكنيسة فبدلاً من أن يتجه إلى الاتقاه الصحيح أو اختار الديانة الصحيحة أو أن يصحح مسار اتجه بعضه إلى الإلحاد ما السبب برأيك؟ دعني أولاً عود بك إلى الخلف إلى الوراء قليلاً إلى الزمن السحيق عندما كانت البشرية بدأت تخط خطواتها الأولى نحو الانحراف عن العقيدة الصحيحة عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى ما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك أن السلطة الحاكمة بدأت تقنع الجماهير بأنها مرسولة من الله وأنها تفعل ما تشاع تحت غطاء إلهي وأن هذا الإله يسمح لها أن تبطش بمن تريد وأن مسؤولية الإله عن الكون يكون عادة بواسطة الملك ما يسمى بالملوك الإلهيين وأن تتجد في التاريخ أن الملوك الإلهيين منتشون يعني عندما تقرأ الأساطير وتقرأ كتاب حقول الدم مثلاً لكارين أرمسترونج والتي تتحدث عن الموضوع بتجرد بخلاف فراس السواح طبعاً الذي لا يتحدث بالتجرد للأسف الشديد فعندما تقرأ هذه الكتب ستجد أن الملوك الإلهيين حسب الأساطير موجودة حتى فرعون أصلاً كان ملكاً إلهياً قال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وبسبب إدعائه للأولوهية وإصرار موسى عليه السلام بالبرهنة على تناقضه وعلى عدم صدق نتيجة القضايا التي يطرحها يتراجع في كثير من حين يقع في التناقضات أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل إلى غير ذلك طوال مسيرته فيه تراجعات لكن هذه التراجعات والتي ستظهر للجماهير على أنها تناقضات عقلية بدهية يتم التغطية عليها بالقوة أي تقبر الجماهير على أن تسلم بها بالقوة وإلا سيكون هناك تصفية سأضرب لك مثالاً أكثر وضوحاً من خلال حوار إبراهيم عليه السلام مع قومه باستخدام البداهة العقلية وأن أقول لك من الآن فصاعداً أننا لابد أن نسعى إلى حماية البداهة العقلية بمعنى البرهنة على صحتي وإن كانت هي بداهة يعني لا تحتاج إلى برهنة في الأصل ولكن الفلسفة الغربية المتأخرة ابتداء من ألفريد آرثر وفينغينشتاين الذين طرحوا موضوع الوضعية المنطقية حاولوا أن يستبعدوا البداهة العقلية وأن ينكروا وجودها أساساً طبعاً سبقهم لهذا ديفيد هيوم قضية عدم وجود التفكير العقلي المنتظم أصلاً لكن نعود مرة أخرى إلى البداهة العقلية والتي هي حجة الله تعالى في الأرض كما يسميها ديكارت قسمة الله في العالمين حجة الله تعالى في هذا الإنسان هي البداهة العقلية والفطرة الأخلاقية خاطبه بعقله مباشرة تخاطبه من خلال الأنبياء أصلاً عندما قاءوا إلى أقوامهم لم يأتوا بنصوص إنما قاءوا لمخاطبة العقل النصوص لمن؟ للمؤمنين جميل فالآن سأقول لك يعني إبراهيم عليه السلام سيقوم بالبداهة العقلية بإقناع الجماهير أن السلطة السياسية التي أفرزت وأنتجت عقلية متخلفة مضطربة متناقضة هي السبب في عدم إيمانهم بالله سبحانه وتعالى البابليون كانوا وضعوا مجموعة من الآلهة الإله الأول هو الكبير يسمى مردوخ هو المسؤول عن الملك والذي يقوم بتشريعه وحمايته وضمان استمراريته وبقية الطبقات المجتمعية الأخرى لها آلهة متخصصة هناك الفلاحون هناك التجار هناك المثقفون هناك إله يسمى الإغيغي وهناك يسمى الأنناكي إلى غير ذلك هؤلاء آلهة صغيرة هؤلاء يعني بمثابة النجوم أمام الكوكب الكبير وهو الشمس ولذلك إبراهيم عليه السلام كانت محاورته أولا بالكواكب والشمس والقمر وآية ذلك المهم هؤلاء سيجتمعون في عيد كل سنوي يسمى عيد الأكيتو أكيتو نعم سيحضر فيه الآلهة الكبيرة والآلهة الصغيرة نعم والجميع يأتي لتأكيد ولائه وطاعته لهذه الآلهة ولكن مشهدا آخر سيكون خاصا بالملك الملك سينال تبريكات أخرى من الآلهة الكبيرة بعد أن يقدم يعني تقريرا بأنه كان عادلا مع الرعية وأنه كان شفوقا عليهم يذر الرماد في العيون والكهنة يقنعون الجماهير بأن هذا الندم وهذا الخوف وهذا البكاء كان صحيحا فعلا وأن الآلهة استبقت فمرة أخرى إبراهيم عليه السلام الآن سيدعم كما يقول ديكارت أن البداهة العقلية لا بد أن تدعم بالتجربة والحس نعم وقبل ذلك سبقه الغزال إلى هذا سيقوم بتأكيد البداهة العقلية بالتجربة والحس بالحس والتجربة نقول هذا هو الترتيب المنطقي فسيقنع الجماهير من خلال رؤيتهم ومشاهدتهم ومن خلال التجربة التي سيمرون عليها بأن ذلك لم يكن صحيحا لاحظ سيقوم بكسر الآلهة ويستبقي الإله الأكبر مردوخ والذي كان يزعم بأنه يحمي الملك ويحمي الآلهة وبالتالي يلزم عن ذلك أنه يحمي الرعية يفترض يفترض الآن هذا الإله الكبير لا يستطيع أن يحمي الآلهة لأنها مكسرة حولها مكسرة أمامه بل هو متهم الآن بتكسيرها نعم بل الآن سيكون أمام محاكمة لا يستطيع أن يجيب ولا أن يدافع عن نفسه فجعلها جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قاءوا وسألوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين الآن سيعطون حكما أخلاقيا لكن هذا الحكم الأخلاقي الذي يوصف بالظلم سيكون مبنيا على ماذا على ثقافة خاطئة كانت تصور للناس أن الظلم هو هذا وليس ذاك تحركت عاطفة بدون علم بأنه عندما تختفي البداهة العقلية وتضطرب ويبدأ الإنسان يفقدها ستضطرب الأخلاق أيضا فهناك تلازم بين الاثنين إذا اضطربت البداهة العقلية ستضطرب الأخلاق ولذلك في الغرب سنأتي إن شاء الله إذا إبراهيم عليه السلام في الغرب عندما فقدوا حاربوا البداهة العقلية وألغوا العقل ابتداء من نيتشي وقالوا بأن العقل ليس هو المنتق للمعرفة وبدأت تبدأ أطرحات كثيرة إلى السوبرمان عنده نيتشي إلى الشعور واللاشعور عنده فرويد إلى اللغة عنده هايدغار إلى غير ذلك عندما استبعد العقل بدأ الحديث عن الأخلاق على أنها نسبية وأنها ليست مستقرة وليست مطلقة طبيعي جدا عندما تستبعد البداهة العقلية ستكون عنده إذن هناك هذا طبعا مختلف عن نظرية ديكارد الآن إبراهيم عليه السلام سيضع البرهان جميل قال بل فعله كبيرهم أول شيء اتهموا بالظلم هذا شوف هذا الحكم الأخلاقي أمام البداهة العقلية وأمام البرهان الواضح سيتغير مرة أخرى يتغير ويكون في الاتجاه الصحيح جميل قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون الآن كل الثقافة السابقة الثقافة الإيمانية السافقة التي نشأتم عليها كانت تقول بأن الإله الكبير يحمل آلهة الصغيرة نعم وبأن الإله الكبير هو الذي سيعطي شرعية للملك الآن هذا الإله الكبير حطم الآلهة الصغيرة والإله الكبير لا يستطيع أن يدافع عن نفسه وأمام الاتهام نعم فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم قالوا إنكم أنتم الظالمون تغير الحكم الأخلاقي فعلا الحكم الأخلاقي الأول كان مشوشا لم يكن صحيحا لأنه ينطلق من مسلمات قبلية خاطئة انبنى عليها الاعتقاد الخاطئ جميل الآن أمام البداهة العقلية وأمام هذه الحس والتجربة سيكون الحكم صحيحا جميل ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون الآن إبراهيم عليه السلام سيدخل بالحجاك العقلي نعم بعد ما تبين لهم أن هذه الآله أصبحوا الآن في مرحلة تلقي ولذلك إن شاء الله إن توفرت لنا فرصة سنتحدث عن كيفية الحوار مع الملحد أصلا جميل